متتبعي قناة طير تيفي أصعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموضوع حلقتنا لهذا اليوم يتمحور حول دور الفيطامينات في تربية الدواجن فالفيطامينات مركبات عضوية يحتاجها الطائر بتركيزات منخفضة في مواد العلف ولا بد من توفرها للدواجن ومختلف الطيور من مصدر خارجي ووجودها ضروري لأداء وظيفة معينة في التمثيل الغدائي أو لمنع ظهور أعراض نقص معينة وتنقسم الفيطامينات إلى قسمين رئيسيين فيطامينات دائبة في الدهون هي ألف دال ها كاف ثم فيطامينات دائبة في الماء هي تيامين، ريبوفلافين، بيريدوكسين، نياسين، فوليك، بانتوتينيك، بيوتين، كولين، باء 122 وعلى الرغم أن الدواجن لا تحتاج فيطامينات جيم حيث أنه يمكنها تصنيعه إلا أنه في حالات معينة مثل الإجهاد الناتج من ارتفاع الحرارة أو تكدس الدواجن فإن إضافة فيطامينات جيم للعالقة يعد ضرورة ملحة وهناك بعض الحالات التي تحتاج فيها الدواجن إلى تركيزات أعلى من الفيطامينات نلخصها فيما يلي أولا عند نقل الكتاكيت من المفرخات إلى المزرعة ثانيا قبل إجراء التحصين وبعده ثالثا عند إصابة الدجاج بأحد الأمراض رابعا عند العلاج بإحدى المضادات الحيوية التي تؤثر على الكائنات الدقيقة بالأمعاء خامسا عند ارتفاع درجة الحرارة أو الإيجاد الناتج عن الإزدحاء ثم في حالة الإنتاج الغزير من البيض أو النمو السريع في دجاج اللحم وفي هذه الحالات يفضل إضافة الفيطامينات في الماء حتى يصل للطائر في صورة دائبة يسهل امتصاصه ويؤدي غياب أو نقص الفيطامينات إلى حدود بعض أمراض سوء التغذية التي من أهمها نذكر ما يلي مرض الكسح وليني العظام نتيجة نقص فيتامين دال كما يؤدي نقص الفيطامينات إلى نقص نسبة التفريخ ونقص البيض ويقل وزن الطيور وتقل مقاومتها للأمراض والدجاج الرومي يتأثر بشدة بنقص فيتامين ألف وعادة يصاب الدجاج البالغ والبدارة أكثر من الكاتاكيت وأعراضه في الكاتاكيت الضعفة والهزال وتوقف النمو وخشونة الريش والتهاب الجفون وتورمها ووجود قطع صديدية متجبنة تحت جفون العين من الضاخل كما يلاحظ رشح من الأنف وفي الدجاج الكبير أعراضه ضعف الطيور وانخفاض إنتاج البيض حلقتنا لهذا اليوم انتهت لا تنسوا للشراك في القناة ليصلكم كل جديد ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته